موسيقى نختتم ضعفنا في عمدة الرأي والمقالات بزاوية لكن المفروض للكاتب الصحفي محجوب فضل بدري والتي جاءت بعنوان الكابتن بين الآمال الغاربة والأقدار الغالبة يبدأ بدري زاويته بالقول وبلادنا تمر بأسوأ أزمة اقتصادية ربما منذ مجاعة سنة ستة التي ضربت البلاد في العهد المهدوي تحت حكم الخليفة عبدالله تعيشي ومن ضعف الضبط والربط وهشاشة الدولة حين ذات لم تخرج حينها المسيرات أو تحرق الإطارات أو تخرب الممتلكات العامة والخاصة تقديرا للظروف التي تمر بها الدولة المهدية التي عانت من الحصار الخارجي الجائر والإنفاق على المجهود الحربي لكن القلوب كانت عامرة بالإيمان واليقين بالله وأنه هو الرازق ذو القوة المكين وليس مثل ما نعاني وتعاني منه بلادنا اليوم للمقارنة مع الفارق وكأن التاريخ يعيد نفسه يضيف الكاتب قائلا ليس هناك عاقل ينكر على المواطنين الخروج للشارع والاحتجاج على انعدام السلع الضرورية وليس غلاؤها فحسب مثال أن لا يكون بعضبر عاصمة الحديد والنار جوال دقيق واحد ثم إن السبب في انعدام الدقيق هو انعدام الجازلين اللازم لتسير الشاحنات التي تحمل الدقيق ويقف هذا الواقع مثالا صارخا على نقص القادرين على التمام يختتم بدري زاويته بالقول في مثل هذه الأجواء الملبدة بغيوم الشائعات والترقبات والتكهنات حاولت بعض الوجوه القديمة اقتناص الفرصة وركوب الموجة ولتجاري بقضايا المواطني دون أن تكون لديهم أدنى قدرة أو رؤية لقيادة الشارع بتقديم أنفسهم ببرامج محددة تخاطب في حدها الأدنى قضايا المواطن الذي أنهكه الجوع فخرج ليعبر عن قضيته ويطالب بالحلول العاجلة لا ليركب على ظهره عواجز السياسة الكابتن ليحملهم إلى سدة الحكم التي فشلوا في إنجاز أي شيء ذيبال خلال فترات حكمهم والبجرب المجرب حاقت به الندامة وما بين الأحلام الغاربة والأقدار الغالبة يغالب الكابتن مصيرهم المحتوم بأن لا أمل لهم في العودة للسلطة